مهلة دستورية ومهلة صدرية ومهل أخرى لذرائع جديدة تعددت المهل في العراق والفشل واحد ما يسمى الانسداد السياسي ما زال مستمرا والتيار الصدري والإطار التنسيقي يتجذبان الطرف الحبل السياسي وبقية الكتل الصغيرة ترتقب الحسم بيد أن اختلافهما على شكل الحكومة رغم اتفاقهما بجوهرها لا يشير إلى انفراجة قريبة بحسب مصادر من الإطار التنسيقي ذاته فهذا القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي يرى أن المبادرة التي طرحها الصدر جاءت على نقيض المبادرة التي طرحها للإطار ويتهم الصدر بوضع العصي في عجلات العملية السياسية القيادي في الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات عائد الهلالي أكد أن التيار الصدري والإطار التنسيقي لم يتقبل مبادراتهما بسبب تمسك كل منهما بالحكومة التي يريدها فالإطار يريد تشكيل حكومة توافقية والتيار يريد الأغلبية بحسب وصفه مبينا أن دائرة الاتفاق بين الطرفين تضيق كل يوم أكثر لكن هل يعول على نتيجة هذا الصراع السياسي؟ وهل ينتظر العراقيون شيئا في نهاية النفق؟ الأمر عندهم سيان كما يبدو سواء تشكلت حكومة على مزاج الصدر والإطار التنسيقي أو استمر ما يسمى الانسداد السياسي الوعي الشعبي العراقي حكم على العملية السياسية بالموت قبل عدة سنوات وأكد ذلك بمقاطعته شبه الشاملة لانتخابات عام 2018 وانتخابات عام 2021 واستعاد عن ذلك بتفجير ثورة تشرين لنسف المسار السياسي بالكامل فالعلة ليست بهيكلية الحكومة وإنما بالأدوات التي تديرها وبالعقلية التي تحكم البلاد ترجمة نانسي قنقر